أهلا بكم مشاهدين إلى هذه النشرة الإخبارية أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي إليكوهينت زيارة ديبلوماسية تاريخية للخرطوم تقى خلالها برئيس مجلس السيادة الانتقال السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان ووفقا لبيانينس وأضحى مجلس السيادة السوداني أن البرهان بحث مع وزير خارجية إسرائيل سبل إرساء علاقات مثمرة بين البلدين كما تغيرت الديناميكيات السياسية في السودان ووافقت الخرطوم عام 2020 على اتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بوساطة إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وكان أول تواصل بين السودان وإسرائيل في أكتوبر عام 2020 خلال الفترة الانتقالية عندما التقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان برئيس الحكومة الإسرائيلية حينها بن يمين نتنياهو في عنتب الأوغندية واتفق البرهان مع نتنياهو على إطلاق تعاون يفضي إلى تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل خلال لقائه ماذاك في يناير 2021 وقع السودان مع الولايات المتحدة الأمريكية إعلان الاتفاقيات الإبراهيمية ومثل حينها الجانب السوداني وزير العدل نصر الدين عبد الباري فيما وقع عن الجانب الأمريكي وزير الخزانة ستيفن منتشن كما زار وزير المخابرات الإسرائيلي حينها إيلي كوهن السودان عام 2021 في زيارة غير مسبوقة قبل أن يعود اليوم للمرة الثانية ولكن هذه المرة بصفته وزيرا للخارجية زيارة كوهن الأولى وصفها البيت الأبيض بأنها نقطة تحول محورية للخرطوم الساعية للخروج من عقود من العزلة والتزمت واشنطن بعدها بتصفية متأخرات السودان للبنك الدولي وتمكينه من الحصول على أكثر من مليار دولار سنويا إضافة إلى شطبه من قائمتها للإرهاب وبلقائه وزير الخارجية الإسرائيلي اليوم يعتبر البرهان ثاني مسؤول سوداني كبير يلتقي مسؤولين إسرائيليين وذلك بعد لقاء الرئيس الأسبق جعفر نميري برئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آريل شارون عندما كان وزيرا في حكومة منحهم بيغان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر